أهلا بيك وبيكي في مدرسة المسيح المدرسة دي بالنسبة لي حلم حلمته سنوات طويلة والنهاردة بشوفه يطلع للنور أن ننسجل بالصورة دية الحقائق الروحية الأساسية في حياتنا مع ربنا بطريقة منظمة متسلسلة كتابية واقعية تطبيقية عشان كده سميناها مدرسة المسيح مدرسة بندعوك فيها أنك تكون تلميذ تلميذ بصحيح للسيد والمعلم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح في المدرسة دي حندرس 12 كتاب كل كتاب فصل بيلمس جانب من أهم جوانب مسيرتنا مع الله تقدر في المدرسة دية أنك تسجل نفسك تلميذ على الويب سايت باسمك أو باسمه مستعار وبالتسجيل ده تقدر تنزل من على الويب سايت كل الدراسات والأسئلة والشيتات اللي أنت محتاج تجاوبها وتبعتها لنا وتقدر كمان ترسلنا بتساؤلاتك واحتياجاتك عايزين نقف جنبك ونساعدك بالمشورة والرد على أسئلتك ربنا يقودك معنا في رحلة رائعة تكون فيها تلميذ للمسيح برحب بيكم مرة تانية في مدرسة المسيح برحب بيكم معنا هنا برحب بيكم على شاشات التليفجين في كل مكان من وطننا العربي العزيز وبدعوك أنك تكون تلميذ للمسيح عشان تقدر تفهم وتدرك وتتغير وتكون مثله في الدراسة بتاعتنا حول معرفة الله مشينا مشوار طويل وفي الحلقتين اللي فاتوا بتديني نتكلم عن اللي بنسميها الصفات الأدبية في الذات الإلهية وابتدينا بصفة المحبة اللي قلنا عليها مفتاح فهم ربنا وفهم باقي الجوانب اللي حنتعرض لها بعد كده وقلنا في المحبة الإلهية أنها تتميز بأنها مفهومها ومعناها مختلف عن اللي تعودناه زي ما بيقول الكتاب الله بيّن محبته بهذا قد عرفنا للمحبة احنا كنا فاهمين غلط احنا حتى في العهد القديم كنا فاهمين غلط احنا دلوقتي قادرين نفهم يعني ايه الله محبة خدنا لغاية دلوقتي تلت حاجات تلت مواصفات في المحبة الإلهية فاتكلمنا عن أنها غير مشروطة لأنها نابعة منه ولأنها بتقدر قمتي بغض النظر عن مواقفي تجاهه أو تجاه الآخرين وخدنا الحقيقة التانية الرائعة أنها محبة غير محدودة لأنه شخص غير محدود فمش بيحبني على قد بيحبني على قد جميلة قوي الحكاية دي فهي محبته هو لي والمحبة دي غير مشروطة زي ما بيقول في هوشع أحبابتكم فضلاً أحبابتكم فضلاً دي فضلاً دي يعني مش تفضلت عليكم بالحب لا فريلي مجاماً أنت ما دفعت ليش تمن الحب ده وده الحب الحقيقي لو دفعت تمن الحب يبقى الحب سلعة الحب أعظم بكتير من أن يكون سلعة مش شوكولتاية باكلها مش فستان بلبسوا مش عربية باركبها الحب هو وقود النفس البشرية لا يشترى بمال أحبابتكم فضلاً أحبابتكم بلا حدود الحقيقة الثالثة اللي خدناها الحلقة اللي فاتت أن إرادة الله صالحة مرضية كاملة تريد الخير كل الخير لمن تحب في كل فرح ما بين زوج وزوجة بيقبلوا على الحياة الزوجية وبيتعهدوا أمام الله وبيخشوا في هذا السر المقدس الكلمات اللي بقصد أكررها كل مرة للعريس لعروسة والعروسة لعريسة أقولها وأقوله كده عارف يعني إيه بتحبها بتحبها معناه أنك أنت بتتعهد النهاردة أنك تسعد شريكة حياتك أنك تجعل منها أسعد زوجة بتتعهدي أنك تصنعي من زوجك أسعد زوج الحب كده أن عايز الشخص ده يبقى أحسن واحد أسعد إنسان في الحياة الرب صالح إردته لخيري لخيري عارفين ما فيش وصية في الكتاب ما فيش وصية في الكتاب لمصلحته ما فيش كل وصايا الله لخيري لأن ربنا صالح بيفكر فيه مش بيفكر في نفسه حقيقة الرابعة المحبة صالحة المحبة هي تعبير الجود تعبير الجود تعبير الإحسان في زكريا 9 17 بيقول ما أجوده وما أجمله ما أجوده وما أجمله وربط المحبة بالجمال ربط الجود اللي هو العطاء العطاء سخاء العطاء بالجمال هو ده الجمال جمال الحب مش أني بتمنى لك الخير ربنا معاك وربنا يباركك وتمنى لك الخير لا الحب أتمنى لك الخير ومد إيدي في جيبي وديك الخير الذي عندي أجوده بما عندي لإسعادك أعطيك ما عندي لخيرك ما أجوده وما أجمله في العهد الجديد الكلمات اللي استخدمها الكتاب للتعبير عن كده عن الوصف الجود الإلهي قال عنه كده الذي يعطي الجميع بسخاء وبعد أن العبارة بقى مميزة جدا عن الجود الإلهي ولا يعير يعطي لما بيعطي بالشح يعني بالقطارة كده عايز مية أديك خمسين والمرة الجاية خمسين يعطي بسخاء وبعدين ما يجيش بعد كده يقول لي فاكر طبعا فاكر فاكر الحساب إلى دين بس مش بحبك تنسى يعني عشان نبقى متفاهمين مع بعضينا كويس لا يعطي بسخاء ولا يعير مش دي طريقتنا فاحنا مفتكر ربنا كده مرات أبقى مكسوف أروح له تاني يقول لك أنا مكسوف من ربنا سمحني كتير مكسوف مكسوف من ربنا لأن احنا نتعودنا نتكسف من بعض لأن أول ما بتطلب زيادة من حد يبصلك هنا عينك يقولك يا أخي ده أنت طمع قوي لأنه بيعيرني الجود الإلهي هو سخاء العطاء واللي فات دايما ما يتحسبش بنبتدي دايما من جديد لا يعير اللي فات ما يتحسبش اللي فات ما يتحسبش تخيله هو ده الجود هو ده سخاء العطاء يعطي الجميع بسخاء ولا يعير خمسة خطوة أكتر محبة غير مشروطة وغير محدودة هذه المحبة تريد الخير تعطي الخير يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين مزبوط فبيعطي للكل حياة وغنى وكل شيء بيعول مش بس المؤمنين لكن اليتامة والأرامل لأن سخاء وعطاءه نابع من محبته مش نابع من استحقاقي خلي بالكم الحكاية دي الخطوة الأعمق ودي لي بيقول عنها الكتاب بهذا قد عرفنا المحبة بهذا قد عرفنا المحبة إحنا لغاية كده المحبة دي تشبه شوية المحبة لنعرفها إنك تتمنى سعادة من تحب ولو عندك حاجة تقدر تساعده بيه بتساعده بيه لكن بهذا قد عرفنا المحبة أن ذاك وضع نفسه يعني مش أعطى ما عنده لا أعطى إيه نفسه فتعريف الحب الإلهي هو عطاء النفس هو عطاء الذات عشان كده هو عكس الأنانية الأنية أنا بحافظ على نفسي الحب أنا بأعطي نفسي الأنية أنا بحافظ على كرمتي الحب أني أنا بحافظ على كرمتك ومستعد أخسر كرمتي الأنية أنا بحافظ على حياتي الحب أني أنا بضح حياتي مستعد أموت عشانك خليني أقرب الصورة للواقع العملي شوية لو أب بيحب ابنه وابن جاله فشل كلاوي وأنا عندي كليتين واكتشف أن النسيج بتاعي يقدر يماتش ينسجم ويتوافق مع النسيج بتاعه ومش يحصل لفظ كبير للكلية دي وقالوا لي تدي كليتك لابنك أتردد لو أنا بحب ابني أه طبعا ونقسمهم مع بعض هو يعيش بكليا وأنا يعيش بكليا ونزق ونزكز ونكمل المصيرة طب لو ابني احتاج قلب وأنا عندي قلب واحد وقلبي ينفعه وحجمه ينفعه ونوع النسيج ينفعه ومش لقيين واحد مات قريب أنتو عارفين برا بينقل القلوب كده أنه بيبقى فيه عربيات إسعاف وبالهليكوبتر وجهزة وتحصل حدسة حد يموت ويعملوا على طول زي تحليل النسيج ويبقوا عارفين أن فيه ناس محتاجة له في سنترز معينة أول ما يعرفوا أن القلب ده ينفع الطيارة الهليكوبتر ويبقى الراجل ده ماضي كونسنت وموافقة تروح الطيارة طايرة نزلة على المستشفى دي ويحطينه في تلب وروحوا فتحين الجسة دي واخدين قلبه وبرد ياخدوا القلب هناك كمان في الموقع ويروحوا واخدينه ونقلينه والآخر في فيلم يتعمل على القصة دي مش عارف شفتوها ولا لأ المشهد اللي أثر فيها إزاي الراجل دهوت في الآخر رح رفع المسدس للدكتور كده وقال له أنا بقول لك خد قلبي ودي لابني أنا وعدت ابني يعيش إن كنا ونحن أشرار لما بنحب حد بنبقى مستعدين نعمل كده ده مش فهمنا إن ده الحب الحقيقي بهذا عرفنا المحبة أن ذاك وضع نفسه من أجلنا أحبابتكم قال الرب وقلتم بماء أحبابتنا بإني وضعت حياتي عشانكم في ناس مش قادر تفهم يعني إيه يعني إيه المسيح يموت من أجلنا يعني إيه في حب كده إذا كان قب مستعد يعمل كده لابنه لو ربنا اللي بيحبنا بلا حدود ابقى مش مستعد يعمل كده بس هو عظيم وأنا حقير ده في رأيك بس هو مش شايفك حقير وله هو بيحبك حيحبك أقل من نفسه وللحب إن دايماً يحبك أكتر من نفسه لو حبك أقل من نفسه وحب نفسه أكتر منك يبقى محب ولا يبقى أناني إيه اللي بيخليني مستعد أضع نفسي من أجلك إني بيحبك أكتر ما بيحبني ده الحب لو بيحبني أكتر ما بيحبك دي الأنانية واتفقنا أن الحب الأنانية عكس بعض لأن حبه بيحبني أكتر ما بيحب نفسه يبقى لولا حينقذني إنه يضع نفسه يحيعمل إيه مش هعملها وبس هعملها لو ليها إيه لو ليها لازمة لو ليها ضرورة لو في قلب تاني ماشي بس أنا ما فيش قلب تاني وابني حيموت حدي قلبي حدي قلبي لا أنا عايز ابني يعيش لو في حل تاني it's okay لكن لو ما فيش حل تاني هعمل كده بهذا قد عرفنا المحبة أن ذاك وضع نفسه من أجلنا وبعند بيقول لنا أنتوا تعملوا كده كمان لو هتحبوا هتعملوا كده دي السكة بتاعت الحب دي السكة بتاعت الحب القاية الأريناء في بداية الدراسة دي دي على فكرة يحنى الأولى 13 يحنى 13 إنجيل يحنى 13 الآية الشهيرة هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه بذل نفسه لكي لا يهلك تعمل كده ليه لأنا مكنش في حل تاني لو في حل تاني ماشي بس هو في حل تاني لو في حل تاني أكيد مش هعمل كده أنا اقتصادي أنا مش بعمل كده لمجرد بوري حبي لو دي الضرورة هعملها لو دي مش الضرورة مش هعملها بهذا قد عرفنا المحبة المحبة هي أعطاء النفس بحب مراتي بقى أعطيها نفسي بتبقى أغلى عندي مني بحب زوجي معناها هو أغلى عندي مني مش معناها عايزه ليه لا ده مش الحب دي الأنانية ده الامتلاك عايزه ليه ده امتلاك بحب ابني ليه عشان يسعدني عشان يخلي باله مني عشان يحقق أحلامي اللي أنا بتمنها ده مش حب دي الأنانية دي الأنانية احنا بنفرق احنا بنفرق ما بين الحب اللي هو مشاعر والحب اللي هو صفة احنا لخبطنا الدنيا بحب ابني عشان يبقى ليه دي الأنانية والحب ده مشاعر لكن دي الأنانية بحب ابني أبقى أنا ليه أبقى أنا وضحي عشانه مش هو بيضحي عشانه ذاك وضع نفسه من أجلنا ستة الخطوة الأخيرة في صفات المحبة الإلهية غير مشروطة غير محدودة أرادت الخير أعطت الخير ضحط بنفسها لتهى بالحياة كويز الحب عايز دايما يبقى في شركة عايز يبقى في علاقة مش عايز أسعيدك بس بعد عني مش عايز أشوفك لا الحب دايما يصنع الوحدة عشان كده بنقول أنه الآب والابن والروح القدس الوحدة الشاملة الكاملة هي وحدة الحب وده اللي احنا قرنا في يوحن 17 لو رجعنا لنفس الآية هنشوف العلاقة ما بين الاتنين على طول ليكون الجميع واحد يحبوا بعض فيبقوا واحد كما أنك أنت هي والآب فيي وأنا فيك زي ما إحنا واحد وإحنا في بعض هم يبقوا في بعض فالحب بيخليني عايزك تبقى جواي وأنا عايز أبقى جواك عايزين نبقى متحدين مع بعض زي الزوج والزوجة زي العيلة زي جسد المسيح بنحب بعض معناه عايزين نبقى واحد زي ما ربنا واحد وبعدين بيقول أنا بحبهم فمش عايزهم ينبسطوا بس ببعض بس يبعدوا عننا عشان مشاكلهم كتيرة لا أنا عايزهم واحد فينا فاكريني وحن نتكلم عن الثالوس وقلنا مش معقول مش معقول أنت بتفكر كبه بس هي دي الحقيقة أن حقيقة الثالوس وحقيقة الله محبة مرتبطين ارتباط كبير أوه ببعض الوحدة الجامعة والحب اللي يجمع المتفرقين إلى واحد حقيقة واحدة حقيقة واحدة فهو عايزني فيه عايزني جواه وعشان كده لما ابتدينا وتكلمنا أني أوجد فيه أني مش بس أربح المسيح فاكرين وأوجد فيه هو عايزني فيه هو عايزني فيه مجده هو عايزني معاه هو عايزني جنبه في سفر رؤية بيقول من يغلب فسيجلس معي في عرشي كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشي يعني هو عايز يقعدنا فين عند رجليه هو عايزنا جنبه هو عايزنا جنبه معاه في عرشه عايزنا معاه الحب لما تحب حد عايزه معاك صح؟ عايزه معاك عشان كده رغبة ربنا للشركة معنا رغبة ربنا للعلاقة معنا لأن الله محبه بس ما بيرغبنيش لأن العلاقة لازم تبقى من الناحيتين العلاقة مشروطة الحب غير مشروطة فبيحبني وعايزني يفضل يحبني وعايزني يفضل يحبني وعايزني مظبوط إمتى نبقى واحد لما أنا اختار أني أحب وأعوزه ساعتها نبقى واحد قصة الابن الضار بتعبر عن الفكرة دي بطريقة جميلة قوي الابن قرر يستقل عن أبوه ويورس أبوه بالحياة أوكي ده اختيارك مش اكبرك مش اخليك تحبني غزبا عنك مش اقعدك معاي غزبا عنك أنا بحترم حريتك خد مراسه ذهب إلى كورة بعيدة وبددها بعايش المصرف وعاش في الخطيئة جاع واحتاج وقرر يرجع لأبوه يشتغل خدام مش كده وهو راجع في السكة متردد أبوه رقاه من بعيد القصة دي بتوري محبة ربنا غير المشروطة وغير المحدودة بتوري حاجات كتيرة قوي في اللي احنا بنحكيه ده لما رقاه من بعيد عمل ايه لأب ركض أول استقبال عملت كده ليه عملت كده ليه كنت فين أول استقبال كان ايه وقع على عنقه وقبله ده الاستقبال اللي الواد ما لسه ما لاش حاجة خالص ما غيرش هدومه ما استحماش جاي من زريبة خنزير الاستقبال هو الحضن الشركة العلاقة الدفء القرب الحميمية ما اكبروش بس مجرد لقاه راجع هو جري عليه دي المحبة الالهية ربنا عايزنا في حضنه ربنا عايزنا في علاقة مش لأنه محتاج لنا لأنه بيحبنا مش لأنه حياخد مننا ده حيدينا الحب مش احتياج الحب عطاء الحب بذل الحب شركة وعلاقة ودفء ده الحب الصافي الحب اللي فيش حاتة وفيه احتياج ده حب بشري ناقص ما يدفيش ما يطمنش لأنه بنتصارع مين حياخد أكتر لكن الحب الإلهي بنتصارع مين حيدي أكتر مين حيدي أكتر عايز عايز أختم عايز أختم إيه اللي نستفاده من فهمنا إن الله محبة مش هنخلص هناخد ثلاث حلقات تانية لو قلنا إيه بقى اللي هنستفاده مظبوط لأن الحب ده يعني يبهر العقل يبهر العقل ده الجمال اللي خليني أجري على ربنا وأنا مش خايف منه مش محتاج أتجمل بروح زي ما أنا كده لأني محبوب زي ما أنا هو هيغسلني ونظفني وأول حاجة مش هيلومني ولا أعتم يعني الحب ده يخليني أتصرف بتلقائية مع ربنا ويخليني أفهم إن المطلوب هو شركة وإن المطلوب الكونديشنل هنا الشروط مش إني أتحب أنا محبوب الشروط إني أنا أعايزه ده ما أعايزني والحب ده خليني أعوزه الحب بالمفهوم ده بقدر أبني عليه علاقة صحيحة مع ربنا لكن لكن هتفضل العلاقة دي بيقولي أنا دي اللغة بتاعتي لغتي هي الحب والحب عندي هو 1 2 3 4 5 6 أنا جاي بقى أقولك بقى عايزني عايزني لازم تختار الحب عشان نمشي مع بعض في السكة دي مش معقول أنا حمشي معاك في سكة الحب وإنت هتمشي في سكة الألانية وإن يبقى نتكلم على الفيسبوك إحنا هنمشي في سكة واحدة هنحط إيدينا في إيدينا إيه إيدينا بعض هنحط إيدينا في إيدينا بعض لأن دي الشركة لأن دي الوحدة اللي يكون واحد فينا بصوا طول السكة بقى هو بيقول كده لما قال له إيه الوصية الأولى وعظمة ربنا عايز منك إيه أيها الإنسان عايز منك إيه ربنا عايز من إيه إن يكون كويس وإن يكون هاي لو نسمع الكلام وقاب أشاطر في مدرسة وأخس وأجيب عريس وكده يعني طلبات الوالدين لا 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 اللي أنا عايز منك اللي أنا عايز منك تحب رب إلهك بس تحبه بالطريقة دي من كل قلبك من كل نفسك من كل قدرتك من كل قلبك يعني بكل اقتناعك شخص ده أنت مقتنع به أنت عايزه من كل نفسك ساعتها المشاعر هتيجي من كل قدرتك يعني بكل كيانك مش كده وقريبك مثل نفسك يعني كل ربنا عايزه مني إن يختار الحب سكة فالحب ده حيربطني بربنا فحيب عندي علاقة مع ربنا حمشي مع ربنا السكة بتاعت ربنا في كل العلاقات التانية إحنا هنحب يا سامح مجلسة هنحب بعض إحنا هنحب الناس عشان هنبي يحب الناس بس في ناس منهم محشين ما أنت يسامحكم تقال منهم مش كده وحبنا بعض فإحنا هنحب الناس وتحب قريبك سألوه من قريبه ابن عمي لا 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 على تقالهم قريبك هو كل من يحتاج إليك هو اللي يختلف معك في العقيدة هو اللي بيحتقرك مثلا السامري الصالح دوت أن الراجل ده السامري صنع الصلاح مع اليهودي الذي يحتقره ومش السامري يحتقر يهودي اليهودي يحتقر السامري فإنك أنت هتحب أن السكة بتاعتنا هي سكة من الحب هي طريق من الحب طب أنا أعملها إزاي ديت أنت بتقولي تحب رب إليك وتحب قريبك نفسك وأنا عايز أعملها دي هعملها إزاي قال أعملها إزاي يحنى الأولى أربعة سبعة وثمان بيقول أيها الأحباء لنحب بعضنا بعضا طب أنا أجيب منين الحب الغريب ده اللي مش موجود عند البشر بيقول لأ أن المحبة هي من الله كل من يحب ولد من الله ويعرف الله ولد اتقابل مع ربنا بقى ابن فاكرين قلنا ابن وتلميذ وهيكل فاكرين التلاتة دولة كل من يحب ولد من الله لو أنا تولدت من الله فبقى عندي قدرة للحب وبعدين ويعرف الله تلميذ عرف ربنا لما عرفت ينبوع الحب ده اكتشفت أنا عندي بير ما بيخلص والمية اللي فيه مش محتاجة ترمبة أعماق ده المية اللي فيه طلع الوحدها كده طلع الوحدها أقدر استحم واملى جرابل وامشي الذي يحب ولد من الله ويعرف الله طيب واللي مش عارف يحب لربنا ولا الناس يبقى ايه يبقى لم يعرف الله سهل قوي سهل قوي أنا أقول له روحي أنا اتولدت من ربنا وأعرف ربنا ولا لأ لو عارف أحب ربنا من كل قلبي وعارف أحب أعدائي أعدائي أحب الناس زي ما ربنا حبني يبقى أنا أعرف ربنا لو أنا مش عارف أحب وبكر أعدائي وعايز أموتهم يبقى أنا لم أعرف الله لأن الله محبة جميلة جميلة مقطوعة موسيقية إذن أنا وإنت قدامني هذا التحدي أنا عايز أبقى تلميذ للمسيح أنا أتولدت من الله أنا ابنه معي شهادة ميلاد روحي وسماوي من الله وعايز أبقى تلميذ عايز أعرفه أول اختيار هتحط قدامي تختار الحب سكة مش مشاعر يعني أحب أعدائكم هنحبهم إزاي يعني بتحب عدوك واحد عايز يقتلك وعمل فيك مصيبة وبيتربص ليك تحبوا معناه وحشني 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 هموت أشوفه عشان يموتني أكيد مش قصده كده احنا فرقنا بين الحب صح كده تحب عدوك قالها المسيح على طول لما في الموازع الجابة أحب أعدائكم إزاي باركوا أحسنوا صلوا ما فيهاش تموت تشوفه ما فيهاش ما فيهاش خالص العاجات دا تحب عدوك ما معناه تباركوا يعني أطلب خيره تحسن إليه تعطيه تريد الخير وتعطي الخير وتصلي لأجله إن جاع عدوك تطعمه إن عطش سقيه أنا لو جعت حيسيبني أموت من الجوع عشان هو بيكرهك عشان هو أناني بس أنت بتحبه يطعمه وسقيه دا اختيار الحب أنا لازم أختار أجيب منين الحب من الله لأن المحبة هي من الله فلو أنا ولدت من الله وأعرف الله وغرقت في بحرة محبة الله اللي بتكلم عنه وتدركه محبة المسيح الفائقة المعرفة نمتلق إلى هذا إلى كل مئة الله أمتلق المية دي تفيض مني فأحب أحب أنا مش أقدر أحب ربنا فضلا ربنا حبني فضلا وأنا ما استهلش عشان هو محبة لكن ما قدرش أحبه فضلا لأنه لأنه يستهل لأنه أحبه انبهارا وأعجابا بروعته بالجمال والجلال والحب ده بيخلي العلاقة موجودة فبستمد حبه غير المشروط لي فأقدر أحب إخواتي محبة غير مشروطة فأقدر أحب إخواتي محبة غير مشروطة خليني أختم بالقصة ديت بولي السوسيلة راحوا إلى فيليبي يكريزوا بالإنجيل امرأة بها روح عرافة ملبوسة بشيطان وعمل تشهد ليهم بتعمل لهم إعلانات مجانة من غير فلوس هؤلاء عبيض الله الذين ينادون عليكم بطريق الخلاص مفروض بولي السوسيلة يبقوا مهيصين صح من غير فلوس ما دفعوا لهاش حاجة الستة دي ومعروفة في المدينة إن الستة دي عندها روح عرافة ومشي في البلد كلهم دول عبيض الله الذين ينادون لكم بطريق الخلاص كملي 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 مش كنا لكن بولي السوسيلة التفت إليها وأشفق عليها هي مقصورة لعدو الخير ملبوسة بروح شرير فانتهر الروح الشرير فخرج منها وشفيت فهاجوا هيجوا المدينة على بولي السوسيلة ومسكوهم وأبضوا عليهم وقبل ما يحاكموهم ضربوهم علقة بولي السوسيلة كان معاهة باسبور روماني باسبور روماني زي ما تكون انت مثلا مصري ومعاك باسبور كندي أو استرالي أو أمريكاني أو حاجة زي كده وانت في دولة رومانية فانت موجود في مقاطعة رومانية ومعاك باسبور روماني فعندك حقوق رومانية مش مفروض وتنضرب ولد السجن من غير محاكمة عادلة ما تطلعش الباسبور فانضرب هو وسيلة علقة تمام وتراموا في السجن وتربطوا بالمقترة عملت كده لي يا بوليس مش عارف حسينا ان في رسالة هناك ان ربنا عايزنا نروح السجن طب انت خدت علقة ما يخدهاش حرامي في حراء أسد معلش في حاجة هناك قال في نصف الليل يصليان ويسبحان الله احنا بنستغرب ان ممكن الواحد وهو مظلوم ومضروب يبقى مبسوط مسا هو يصليان ويسبحان مش يا العنان والمساجين كلهم بصين عليهم مين دول اللي مش طبيعيين اللي انضربوا وهم نشكرك أيها الرب من أجل العلق السخن صح كده يعني يعني غريب جدا يصليان ويسبحان بينبسطوا بربنا وعملين يصلوا يا رب أرجو مية المية جبتنا هنا في حاجة في حاجة الليلة دي في صيدة هيلة الليلة ديت أنا بقول بتخيل ده خيالي مش موجود في الكتاب ربنا مبسط منهم فرح مسا قفلهم برافا أولاد هو عمل كده راح تزلزال عظيم هز السجن والأبواب تفتحت والكله تفك محدش هرب صح السجان لا الأبواب مفتوحة قال كل الناس هربت في النظام الروماني لو أنت مسؤول عن سجين وهرب منك بتاخد أنت العقوبة بداله فأيا كانت العقوبة مجموعة دول أنا هقضي عمري كله في السجن فاستلى سيفا وكان مزمع أن يقتل نفسه بولي سوسيلة مش عارف إزاي شافوه مش عارف مش موجود في الكتاب بالروح ولا كانت الدنيا بره منوار ما عرفش إزاي شافوه فطبعا لو أي واحد عادي يجوه يستاهل مش هو أحد اللي ضربنا عشان الناس تعرف إن محدش يمدي يده على عبيد الرب أبدا عمله العكس لا تفعل بنفسك شيئا راديا أوعد مدي لك يعني كلنا هنا ومبسوطين وعندنا اجتماع زي العسل تعالى تعالى نه الحب باركوا لعنيكم حسين عنوضيكم صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويتطهدونكم ويسمع الإنجيل ويخلص هو وأهل بيته والمساجين وحفلة والجنازة تتحول حفلة والسجن يتحول إلى كنيسة في ناس عملت اللي بيقوله الكتاب تلاميذ المسيح في ناس عرفت تأخذ محبة الله وتحب الآخرين التلاميذ الذين ولدوا من الله والذين صاروا تلاميذ للمسيح عملوا للمسيح عملوا أنا لازم أختار الحب أنا لازم أفتح عيني لأرى محبة الله أنا لازم أفتح قلبي ويستعلن لي غنى محبة الله وساعتها حعرف يبقى الحب عندي صفة مش مشاعر وحأفارق الأنانية وهختار في سكة حياتي إني أرفض الأنانية طريق للحياة المسيح قال لي إن أرى ده أحد أن يأتي ورائي أول حاجة يعمل إيه ينكر نفسه يرفض السكة دي سكتي هي الحب هي عطاء النفس هتبقى تلميذ أول حاجة هتسيبها عند الباب وإنت داخل هي أنانيتك أول حالة إيه اللي يخليني أرفض أنانيتي أني اخترت الحب أني أنا اخترت الحب أنا اخترته أنا مقتنع أني الحب هو الماستر بيس هو حجر الزاوية هو الاختيار الأفضل في الحياة هو أفضل ما أعيشه كإنسان في علاقتي مع ربنا في علاقتي مع ناس في علاقتي مع الناس فرفضت الأنانية أجيب منين الحب أجيب من عنده أبص وأم لعنية وأجبع وأقول للروح القدس اعلن لي محبة الله خدني في الطول والعرض والعمق والعلو عشان أغرق في المحبة الإلهية وساعتها أحب وساعتها وأنا في السجن حلق نفسي بعمل اللي بولس وسيلة عملوه ساعتها في واقع الحياة هأفاجأ بنفسي هأفاجأ بنفسي أني بعمل اللي المسيح عملوه أسئلة حضرة الأسيس أنا عندي بعد إذنك سؤالين السؤال الأول هو يعني تأمل خاص بي يعني إحساس الإنسان بقبحه المراية اللي حضرتك شرحتها لنا معطل على أني أفهم محبة الله وهفضل طول عمري أقول معقولة يحبني أنا طبعا لا إيه فهل حضرتك شايف أنه الإنسان محتاج يحب نفسه يتصلح مع نفسه وأنه مش عارفة إزاي بقى يتغادى عن هذا القبح عشان يفهم محبة الله سؤال كويس قوي قوي thank you أشكرك سؤال كويس قوي أكيد أنا محتاجة أتصلح مع نفسي عشان أعرف استمتع بمحبة ربنا وطول ما أنا رفضني مش حسدق إن ربنا قابلني صح لو مشيت في السكة اللي حضرتك قلت عليها إني أفضل بص على نفسي فأقبل العيوب وأتصلح معها وأنا بتفرج عليها مش وحشة قوي يعني هي يعني مش وحشة قوي بالمقارنة بالآخرين يعني مش وحشة يعني معقولة أنا برضو صح كده عندي أمل أتصلح مع نفسي عندي أمل أقبلني تخيلوا ما فيش مهما كنت هايل مهما كنت أمورة وسنيورة وزكية الفرجة على نفسي عمرها ما تصلحني مع نفسي وإذا أنا أمورة أو صنيورة أو زكية وأوالأخو يحصل نرجسهية مش مصالحة مع نفسي خلي بالكم الفكرة ده اللي بيصالحني مع نفسي اللي إحنا اتفقنا عليه في الأول إني أخذ المراد يعملها إيه؟ أدشها واتفرج عليه وأشوف نفسي في عينيه لما بشوف نفسي في عينيه بقبلني واتصالح معايا أو لا تاني أو لا تاني لما بص هو بيبصلي إزاي؟ بيبصلي دهب بيبصلي صورة الله وعمله بيبصلي حاجة قيمة دفع هو حياته تمنها بتصالح مع نفسي من غير نرجسية بصدق حبه لي فده بيخليني أقبلني مش بقبلني فبصدق حبه لي ما عنديش أمل ما عنديش أمل السكة دي حارة سد السكة دي إيه؟ حارة سد زي ما قلت سراع مع الخطيئة ما يخلنيش أعيش القدافة معرفة الله تغيرني السكة دي مفتوحة لأنها مفتوحة على السماء السكة دي مقفولة مقفولة لأن أخيرها أنا أخيرها أنا الحارة دي مزدودة لأن دي مريتي البشرية ناظر وجهها خلقتي في مرآة مضى كما هو ما عندوش أمل لكن السكة دي مفتوحة محتاج أقبلني؟ أه محتاج أبطل أحتقرني؟ أكيد محتاج أستعيد الثقة في نفسي؟ أكيد بس السكة هي محبة الله أني بشوف أني أنا زي بقيت الناس أنا لأنا أحسن من حد ولأنا أقل من حد المحبة المتساوية ما تلأجل كل واحد منه زي بيقول الكتاب بيحب كل واحد من نهاية كلنا ولاده كلنا ذريته زي ما بيقول بوليس سفر أعمال الرسل وهو بيكلم الناس بتوع أسينة مش كده؟ كلنا ذريته زي أب عنده عيال كتير قصير وطويل ورفيع وشعر وطويل وشعر في إيه وأبيض وأصمر وأخضر وكله بس كلهم متساويين بالنسباله فبيشوف نفسي لأنا أحسن من حد ولأنا إيه أهو حش من حد وأنا بأصص في المراية طول الوقت بقارن نفسي بمين؟ بالبقيين أنا أقصر لا أنا أطول أنا أرفع لا أنا أدخل لازم أعمل ريجيم لا ده أنا لازم أدخل لازم أطول لازم أفهميني؟ ما عنديش أمل أنا ما عنديش أمل بس هنا أنا بقى أشفع المحبة مش بس وقود النفس المحبة هي دواء النفس هي دواء النفس سؤال تاني ده الصف الأول محتكر الأسئلة تفاعدنا في الصفاء بتاعة ربنا كلها جميلة ومفهومة في واحدة بس مش فهمة فأنا عايزة بادي ربنا نفس الحب اللي هو بيدهوني لأنا هشترك معاه و هدخل معاه في هذه الشركة ففاهم إنه حب محبتي ربنا اللي هي مش هتبقى مشروطة فمش هبقى مستني أخذ منه حاجة لكن أنا عايزه هو محبة غير محدودة فبرضو أنا عارف على قد الحدود اللي أنا عارفها عن نفسي حبه على قدي مش على قدي طبع وفي الجود بتاعه إنه كل مرة بديله ومش بازل وقوله أنا أديتك قد كده وإنا خدمتك وإنا مش عارف إيه فأوكي دي معروف إنه كل مرة بديله بديله طبقات جميلة أنا ما قلتهاش بس صحة كلها يا هايل يعني من اللي بفهمتم من اللي انت كويس قوي وإنشترك معاه واتحت بي وكي ده كله وشغال لكن المحبة الصالحة إزاي أعوز لربنا خير هو عنده كل خير أعوز له خير يعني كويس قوي نرجع للصلاة الربانية الصلاة الربانية عبارة عن ثلاث تلباط في الأول وثلاث تلباط في الآخر مظبوط ومقدمة وخاتمة صح صح أبان الذي في السماوات وبعدين ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتاكل مشايتك وبعدين خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واخفر لنا ذنوبنا ولا تدخلنا فيه تجربة لكن نجينا مش شرير على فكرة الحتة دي جميلة قوي ده دليل إن اللي بيجربنا مين الشرير يعني لا تسمح له أن يجربنا وإن سمحت فنجينا من الشرير واضح لنا فتكلم عن ثلاث حاجات احتياجي المادي خبزنا كفافنا خطيتي سمحني بيها التحديات في صراعنا الروحي مع عدو الخير نجينا منه صح كده طلبت ليه الأول ولا طلبت ليه الأول طلبت ليه الأول ده الصالح بحبك معنا بأتمنى لك يا رب الأول عايز اسمك يبقى مقدس في عيون الناس عايز ملكوتك يأتي ويملك في قلوب الناس عايز مشقتك الصالحة تجرى عايزك أشوفك مبسوط وإنت بتنفذ إرادتك الصالحة لخير الناس عايز أشوفك مبسوط وبعدين يبقى أبسطني أولا تاني أغلبنا بقى بنعيش مع ربنا بنركز على التلاتة الأخرانين دول لأننا نعيش مع ربنا المصالح وأنا أناني عايز أخد منه فببتدي الصالة بتاعتي سمحني الأول على اللي عملته ها سمحني عشان نعرف بس نتكلم مع بعض سمحتني ماشي ببتدي بقى أنا راجل روحي فأطلب احتياجاتي لإيه الأول الروحية قدسني واستخدمني وصنفرني وعدلني والعجاد ديها وبعديني احتياجاتي المادية طبعا وقت الأزمة ما بصليش بس غير لاحتياجاتي المادية ماشي وبعدين ما انسى خالص بس أن أنا عايز له حاجة ما أنت يا رب هتعمل له روحك وأنا فضيلك أنا مش بحبه أنا بعمل إيه أنا بستغله الصلاة ربانية مثل واضح لواحد بيحب ربنا فبدى ربنا عنه فطلبت له قبل ما اطلوب لي وتمنيت له قبل ما اتمنى لي أن يحب ربنا معناها عايزه مبسوط أكثر حاجة تبسوطه لنشوف واحد بعيد عنه بيرجع له صح ده اللي بيبسوط فرح في السماء بخاطية توب فارب دور على الناس التايها يا رب لقيهم يا رب أعداءنا يا رب أصدقائنا يا رب اللي من حذرتنا يا رب اللي من حذرة الأخرى يا رب دي صلاتي أنا بحبه أنا جاوبت أشكركم نلتقي معا في حلقة جديدة من مدرسة المسيحة أمين عزيزي المشاهد في ختام حلقتنا برحب بيك تلميس في مدرسة المسيح وبشجعك أنك تواظب وتداوم في المدرسة دي اللي بصلي أنها تكون نور وإعلان في طريق رحلتك مع يسوع عشان كده بشجعك أنك تكتب لينا وترسلنا على الويب سايت تحل الامتحانات الموجودة وتبعث لنا الأسئلة اللي أنت مش فهمها أنا عارف أن المدرسة دي بتصير تساؤلات وحاجات جديدة يمكن بالنسبة لك وإحنا عايزين نقف جنبك ونشجعك أنك تعيش للرب بكل قلبك أمين اشتركوا في القناة